ومرحبا بكم سيداتي وسابتي في قناتكم English Language لتعلم اللغة الإنجليزية تعرض لكم هذه القناة مجموعة من الفيديوهات السهلة والبسيطة في متناول الجميع لتعلمكم اللغة الإنجليزية بسهولة إذن نزولا لطلب أحد المشتركين أردنا أن نقوم بحوار عائلي أو مجموعة من الجمل التي يمكنك استعمالها في المنزل مع أبنائك أو الأبناء مع آبائهم أول جملة هي Good morning, my son. Good morning, my son. Good morning, my son. أو my daughter. Good morning, my daughter. صباح الخير ابني أو صباح الخير ابنتي. جملة تانية Good morning, mom. Good morning, mom. جملة أخرى يمكنك استعمالها هي Would you like tea or coffee? هل تود القليل من القهوة أو الشاي؟ هل تريد القليل من القهوة أو الشاي؟ جملة أخرى هلちは سوف يمكنك استعمالها هي أخوة pinch antir 얼마나 شاي؟ هل بإمكانك أن تشعلا أبضل؟ جملة أخرى هل من شيء أستطيع فعله للمساعدة؟ هل من شيء ما؟ يمكنني فعله للمساعدة جملة أخرى هل من شيء يمكنني أن أفعله للمساعدة؟ مثلا أحد أبنائك يقول لك هل من شيء يمكنني أن أفعله للمساعدة؟ الجواب يكون هو Could you help me wash the dishes؟ مثلا Could you help me to wash the dishes؟ هل تساعدني في غسلي؟ الصحون dishes تعني الصحون wash تعني غسل Help me تساعدني Could you هل بإمكانك أن تساعدني؟ Could you help me wash the dishes؟ ننتقل إلى جملة أخرى في نفس السياق I'll wash and you dry I'll wash and you dry أنا سأغسل وأنت تجفف يعني الصحون I'll تعني I will I'll تعني I will هي مختصة I will في المستقبل دائما كما سبق وذكرنا I will دائما المستقبل البسيط نستعمل well زائد الفعل في infinitive I will wash I will wash سوف أغسل أو سأغسل I will wash مضوء إختصار I'll wash and you dry dry يعني يجفف and you dry وأنت تجفف جملة أخرى I am going to bed I am going to bed أنا سأخلد إلى النوم I'm going to bed جملة يمكنك استعمالها أيضا في المنزل Is there anything good on television tonight? Is there anything good on television tonight? هل هناك شيء جيد على التلفاز مثلا في هذه الليلة مثلا فيلم أو برنامج أو إلى غير ذلك يمكنك السؤال Is there anything good on television tonight? الجواب مثلا يقول There is good film on meter There is اختصار نقول There's There's a good film on later يمكنك قول Later أو Later سيكون هناك فيلما جيدا لاحقا There's a good film on later Okay There's a good film on later Do you want me to put the TV on? Do you want me to put the TV on? ابنك أو ابنتك تقولك Do you want me to put the TV on? Do you want me to put the TV on? Okay ننتقل إلى جملة أخرى Could you pass me the remote control? Could you pass me the remote control? هل يمكنك أن تعطيني جهاز التحكم؟ يعني بالتلفاز Remote control Could you pass me the remote control? مثلا الأب أو الأم جالس ويقول لأحد أبنائه هل يمكنك أن تعطيني جهاز التحكم؟ تقول Could you pass me the remote control? جملة أخرى Breakfast ready مثلا إذا كان الفطور جاهزا أو العشاء أو الغداء تقول لأطفالك الأم مثلا تقول لأطفالها Breakfast ready Kids مثلا Breakfast ready الفطور جاهز أو lunch is ready تقول Lunch is ready الغداء جاهز Dinners ready Dinners تعني dinner is اختصار ما أقول Dinners ready Dinners ready أو Dinner is ready جملة أخرى جملة أخرى جملة أخرى What would you like for مثلا Breakfast What would you like for ماذا تريد على الفطور for breakfast مثلا أو for lunch أو for dinner تقول What would you like for breakfast ماذا تريد في الفطور لأحضره لك أو What would you like for lunch ماذا تريد أن أحضره في الغداء أو What would you like for dinner for dinner for dinner في العشاء يعني يعني مثلا الأم تسأل أبناءها What would you like for breakfast ماذا تريد أن تفضل في الفطور لأحضره مثلا What would you like for breakfast أو في الغداء for lunch What would you like for lunch What would you like for dinner إذن ننتقل إلى جملة أخرى Would you like some toast Would you like some toast Would you like some toast يعني هل تريد القليل من التوست Would you like some toast هل تريد القليل من التوست أو كيفو The place is very hot مثلا تحضر أكل ساخن تقول لتفلك Careful The place is very hot The place is very hot السحن ساخن جدا Careful Careful تاني إحضر Careful The place نقول The place is ولكن اختصار نقول The place is very hot Very hot ساخن جدا والبرات هي السحن Care for my son For example تقول Care for my son بلات very hot السحن ساخن جدا أو إذا أكلت شيئا لذيدا أو أعجبك تعبر بقولك Very tasty Very tasty Very tasty Very tasty أو delicious Delicious تعني شهي Delicious Very tasty تعني مداقه جميل جدا Very tasty Delicious إذن سيدتي وسادتي هذه بعض الجمل المتباولة في المنزل فقط لتنمي اللغة الإنجليزية يجب أن تبدأ من الحوارات في المنزل شكرا جزيلا لكم على مشاهدة هذا الفيديو المرجو الضغط على زر سبسكرايب ولايك إذا أعجبكم هذا الفيديو أيضا شكرا جزيلا لكم على المنزل 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 شكرا جزيلا لكم على المنزل